كيف تتقبلي النقد لأعمالك بشكل عام؟ أديك أنت تتقبلي لهذا النقد؟ والله إذا كان نقد بناء وموضوعي بتقبله وحاول استفيد منه كمان أما أحياناً فيه نقد بيبقى كيف ما اتفقه خالف تعرفه يعني اللي يحطه يعبه صبحات ما بترده يعني هذا ما بعيره اهتمام لأنه ليس كل ما يقال يستحق الرد خليني أسألك شو أحب أفلام لإلك؟ والله أفلامي كلهم بحبهم مثل بعضهم الأم لما بتتحمل المخاضن أليماً في الولادة ما بتعود بتفرق بين الولد الزكي أو الغبي الجميل أو القبيح بتحبهم كلهم بسوية واحدة وكلهم بتكون راضية عنهم بنفس المستوى هل تأثرت بأحد الفنانين الناجحين أو المشاهير الناجحين بوقتها؟ أنا تأثرت بالفنانين الفاشلين حتى ما كن فاشلة مثلهم بتتعلمي منه؟ أي بتعلم إنه ليش فاشلين؟ شو السباب؟ سيد إغراء بيقولوا عنك خجولة وجدية وانطوائية وظهورك قليل بالوسط الفني أو الاجتماعي تعليقك وردك؟ أنا اجتماعية بالفعل وبحب الناس بس مش مع كل ما منهبه ودب يعني أنا إلي تكتيك خاصة كأسلوب خاص في حياتي بيتوتية كتير ما بحب السهر ما بحب الحفلات والصخاب والضجيج ما بحب الأشياء المبتزلة سواء يعني المائعة من الرجل أو إمرأة ما بحب التنكيت والمزح يعني بحب الهدوء بحب الرواق بحب الاحترام بحب يعني يعني الواحد لما يقعد في جلسة مع أصحابه وأحبابه يسمع مو موسيقى صاخبة ولا حفلة ولا يتبادل آراء يستفيد منه يستفيدوا منه يعني بحب الأشياء الجدية يعني ما كتير بحب ما عندي ميل للأغاني والحفلات والأشياء بتعتبر حالك متمردة؟ بتقولي عن حالك متمردة؟ أنا متمردة من صغري على شو تمردتي؟ أنا تمردت على كل ما هو سيء في هذا العالم تمردت على الأقنع المزيفة على التخلف على الكاذب والتافه والمزدوج والحقير ويلي ما عنده مبدأ ولا أخلاق تمردت كتير ودفعت بعض الأسمان الباهزة في سبيل هذا التمرد وقاومت لم أستسلم ولم أنحني ولم أتراجع نعم مين أقرب لإلك؟ مين أعز أصدقائك؟ والله هنا نخبة يعني قليلة تنعض على الأصابي ناس يعني لا أقول لك الجبال لا تستند إلى الأرض أو السماء الجبال تستند إلى جبال حيلا وأنا كنت استند عليهم لأنه أصحاب مبدأ وفكر وحكمة وثقافة فكنت أخذ رأيهم أستند عليهم بالمواقف الصعبة يعطوني المشورة الرشيدة هذول هنه أحبابي وأصحابي يلي أنا بعتز فيهم حلو ممكن الفنان يشعر بالوحدة رغم الأضواء والشهرة يعني والأصدقاء حوله ممكن تحسي بلحظات وحدة؟ والله صعب الفنان يعيش لحظات من الوحدة بيبقى مطارد من كل الوجوه اللي عرفه وكل الوجوه يلي توهم إنه نسيها مطارد بكل صرخة ألم عاشه بكل فرح بكل انتصار بكل فشل مطارد بمئات الأصوات بيبقى مطارد من الناس يلي حبوه يلي حبوه هو خزلون ومطارد من يلي حبوه وخزلوه يعني عرفت نعم وصلت الفكرة خلينا ننتقل لموضوع آخر حول عدم مشاركتك بمسلسل شارع شيكاغو هل نحكى وقتا أنه كان حتكون مشاركتك حتكوني بالمسلسل اللي عرض خلال السن الماضية كان السبب مادي كما ذكر؟ هو طبعا كان مادي صح يعني أنا الأستاذ محمد عبدالعزيز لما عرض علي المسلسل كان حابب كثير أني أشتغلوه وكان قال لي أنه أنا شفتك بالدور وأنا عم بكتبوه وكان يعني متأمل أنه يطلع يعني نشتغل مع بعضنا هالدور ويطلع دور كثير رائع وكثير جيد بنهاية وأنا حبيت المسلسل وحبيت بالفعل المبادرة من الأستاذ محمد عبدالعزيز مبادرته الطيبة يعني وعرضوا لي وأنه عم يكتب يعني عم يشوفني لإلك نعم فلكن ما حصل يعني شركة الإنتاج بيبقى إلى سقف للأجور فهنا كان في سقف اختلفنا عليه بالأول بعدين صار تذاقولات هيك فللأمانة رفعوا السقف إني وأنا كرمان الأستاذ محمد عبدالعزيز كمان نزل كمان ما مشي الحق ما لتأيته ما لتأيته ما لتأيته بس إن شاء الله الأيام القادمة جاي وإن شاء الله هيك بيكون لنا يعني فرصة نشتغل مع بعض اللي أخذت الدور كانت الفناني شكران مرتجة أخذت دور حضرتك اللي كان موكلة إليك شو رأيك بالأداء اللي قدمته أنا ما شبت المسلسل بس تسألني شو رأي بأداءها بشكران ما حدا بيقدر يعطي رأي بأداءها الصديقة العزيزة شكران مرتجة أنا بسميها شحرورة الفن تحياتنا إلى أكيد يعني هي عندها أداء رائع جدا عندها كاريزمة يعني نادرة بعدين ما حدا بيقدر يخيم أداءها هي فنانة شاملة وتؤدي جميع الأدوار بمهارة صراحة فأنا بدي أعطي رأي فيها بالعكس أنا لما سمعت أنه هي أخذت دور كثير كثير مبسطت أرفت كيف فموجه لها تحية بهالمناسبة أكيد نحنا من نوجه لها تحية كمان تحية الأستاذ محمد عبد العزيز هل كنت مع الانتقادات اللي طالت بعض المشاهد اللي وصفت بالخادشي للحياء بهذا الفيلم أو المسلسل وبعض الألفاظ النابية يلي كانت تقال بالسيناريو يعني أنا بأعتقد أنه مفتعلة للقصة من أساسها لأنه الأستاذ محمد عم يقدم مسلسل ما عم يقدم مسلسل توجيهي ولا تربوي ولا فيلم وسائقي عن الجمعيات الخيرية ولا الدار الأيتام عم يقدم حقبة من الزمن الشارع شيكاغو هذا كان شارع مليء بالحانات والملاهي والأندية والفنانات والمطربات والراقصات والبلطجية والأوادم والزعران والمثقفين يعني بهيك أجواء إذا مرت دخلة بوستين أو بوستين أو ثلاثة نقامة الأيامة يعني ما عم يشوفوا بالأفلام الأجنبية شيء أكتر من هيك كثير عم يشوفوا عارضات الأزياء يلي من غير هدوء هذا ما علي شيء مخادش الحياة عم يشوفوا المطربات يعني بعض المطربات طبعا مش كلهم يعني لبسهم صوت وصورة لبس مسير جدا وأداء مسير صوت وصورة يعني أهم هذا من البوستين أو ثلاثة فأنا ما بشوفه يعني أنه كان لازم تصار هالضجة بعدين بيقلك يعني دائما الفنان من المعيب أنه حدا يساءله عن أداءه الفني يعني ما بيقدر والله واحد يجي يقول له لم أخرج لا أخرج هيك عمل هيك ولا لفنان ليش عملت هذا الدور دايما الفنان بتنفصل شخصيته بالنسبة للفن يلي الدور عم يؤديه مفصولة عن شخصيته بالحياة فهو مسؤول عنه فما والله واحد تاني تعيي أخي ما بيسيري انت عم لي هيك يعني الألفاظ النابية ما بظننا كانت من المسلسل بقدر ما كانت من بعض يلي هاجموه يعني هاجموه بشدة بألفاظ النابية ما شافوا حالهم ألفاظ النابية بعدين متابعين القصة حلقة ثلاثة في يابوسي حلقة عشرين في يابوسي طيب إذا ما عجبكم هالشي ليه عم تتابعوه عم تتابعوه للآخر وبعدين تحكو عليه يعني هذا كلام صار يعني شو بدي أقول لك معيب ومخجل وما لو طعمة ولا لو معنى ولا بيدل عن حضارة فبعدين الألفاظ النابية دخلك عم نسمعها بالشارع بالحديقة مدرسة يمكن نعم كتير بمجالات بسوق الخضرة وين ما كان يعني أنا صارت معي قصة كنت بدي روح مشوار وبيدي أخذ طريق مختصر الطريق هذا المختصر ديق عشمال جدار وعليمين حديقة فطفلين طفلين ما بيجاوز واحد عمره خمس سنين والتاني سبعة هذا اللي عمره سبعة رافع إزازة وكاسرة وعم يشتمه لهذاك التاني اللي بالحديقة شتائم بحياة عمري ما سمعتها قاموس يمكن الشتائم القذرة ما حواها يعني لو اتنين كبار وزعران ومن أسفر للأقبية وعم يتخانقوا ما بيقولوها ما بعرف نجابينا شو كلها أنا بقى بدي أمره وعمله وعم يلوح له هو مراجلها لو فيه بنط عليه مثلا مراجل مثل الكبار عم يقلد الكبار وكزا كزا كلام كلام بيأشعر له البدم قلت له حبيبي الله يرضى عليك إيم هالإزازة من إينا كلها بتجرح حالك قال لي كلي هوا ومشي بدربة ما لقى علاقة طبعا هو قال اسوأ مني طيب هذا شو هذا تعلم من المسلسل تعلم من الفيلم يعني تعلم من الشارع ومن التربية فدائما كل شي بيضبوه براس الفن أو المسلسلات أو الأفلام ما بيجبوا برأيك أنه وظفت صح؟ بعدين لألك لازم نحن نفرح ونفتخر بأنه عمل مسلسل مثل هذا حصل يمكن عدد مشاهدة ما حصلت لأي مسلسل آخر هذا يدعو للفرخ يعني الفخر أنه الأبطال سوريين جاءت الإنتاج السورية المخرج السوري يجب بدل ما نعمله طهبيط حيطان ونعمله الشتائم بالعكس نفتخر فيه ونقدره ونحترمه وأصلا طهبيط حيطان ما حصله لأن صارت له دعاية من وراء كلامهم اللي السيئ دعاية رجعية صارت له دعاية أكتر فأنا كمان بجوله تحية يعني تهنئة على نجاح للمخرج ولا الممثلين وكاسة العمل